بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل الجزء الثاني احنا اتكلمنا ازاي نحدد كاستر تيب هناك. عرفتوها? طيب هنعد النقطة دي. الحاجة التكنيكال تيب الرابعة حضرتكو اللي هي ازاي ندي زي لوكين للعسطرة انا ممكن ادي عشر او عشرين سنتي ونلاقي البشنت بيصور. وممكن ندي اتنين تراتة سنتي بطريقة صح نلاقي المريض ما يحسش وما تعبمش. فاول حاجة بالنسبة لنا يعني فيه اللي هو اللي مفيش بوينتر يا جماعة. ماشا ماشا. شكرا. هو بيشتغل ازاي اللي هو ده? طيب. هو بالنسبة لنا بالنسبة لنا هنا انا حددت الااناتوم كاللاند مارك اللي انا هدخل فيها. ما ينفعش ان انا نقعد ندي زيلو يمين وشمال وانفلترشن في كل حتة. انا بالنسبة لي ما ننساش برضو اللي هي موضوع ايه ان احنا لازم زي ما بني زيلو هنا. ندي زيلو مكان انا ما بخيط الاسطرة. لان ما ينفعش اتركب الاسطرة والاعيان ما بيحسش. وفي الاخر اخد له بتاع التثبيت من غير اناسيزيا. بالنسبة لنا طبعا بدل ما بنده الانسيزيا بكل اتجاه لا انا بدخل وهوريكوا دلوقت المريض اللي جاي. ازاي بندخل بالسيرينج عادي اللي فيها زيلو. ونعمل ساكشن اول ما بشوك الفلو بطلع شوية الورا. وبنعمل بنحق ان وانا طالع باس مبرخش يمين وشمال. لان انا لو حقانت وانا طالع هو بيحصل لحوالي سنطي يمين وصنطي شمال بتلاقي انت شجار في سنطي مربع. فهو طبيعي طالما انت داخل صح او الهيد اكستندت صح ما فيش دقعة تروح يمين وشمال. ولما تطلع لازم في الاخر خلص يبقى زيلوكين في في الابي ديرميس. يعني زي زيلوكين الويل. الويلز اللي هي بتاعت الالرجي وكده لازم يكون زيه. لان كله وانت داخل في الابي ديرميس. فلو شوفنا ده ده الاناتوم بتاعنا او الهيستولوجيا هنلاقي كله ماشي في الابي ديرميس وفي الجزء اللي تحته على طوق. فالا في الاخر خلص الهدف بتاعك كده. اللي بتاعتي في مكان واحد ويjourdoy dot. ومش ابانى وشمال وتعطي ورا هنا مكان التسجيل بتاعك. هآ لو انا هدخل بلايند معنديش دوبلر او احنا كلنا حتي لو عندحنا دوبلر بندخل الفيمرال بلايند صح ولا ايه صح لا ينفعش ندخل ندخل على فين جنب ارتري بتروكر لان انا لو وارد خالص ان انا هنبدأ كشر الارتري فالزمك تعمل كومبريشن المفروض لو صح ربع ساعة فما ينفعش فانا بدخل بشوف الفين فين لان انا حتى لو دخلت في ارتري بالسيلنج مش محتاج كومبريشن هسحبها وادور برضه فانا لازم نعمل زي ما احنا شايفين كده بالنيدي العادية مش بالتروكر وبعد كده بدخل عليها بطريقة اهية اللي اتنين جايدت مع بعض لازم التب بتاعة التروكر بتاعي يا جماعة ركزوا فيها دي مهمة خالصة انا السيرنج دي شايفين هو السن بتاع السيرنجة ده كله تلاتة سنتي انا داخل هنا اتنين سنتي فمنطقيا ان انا مدخلش بالتروكر اكتر من اتنين سنتي يعني ما ندخلش اربعة سنتي ونقول ما فيش بلاد حتى لو داخل الديريكشن صح ما انا عملت ترانسفكسيشن للفين فانا هدخل الطول بتاع سن السيرنجة اللي انا دخلته اللي هو الماكسيمان تلاتة سنتي بتاعتها دي حاجة تاني حاجة التب بتاعتي التب بتاعتي عند مكان البنكشور بتاع السيرنج ونهاية السيرنج عند نهاية السيرنج التانية لا تبقى طالعة عنها ولا نازلة عنها لان لو هي مرتفعة عنها اتنين تلاتة ميلي هتلاقي السن بتاعها نازل اتنين تلاتة سنتي تحت مكان السن التاني فهيبقى ديها الطريقة سهلة ان انا ندور على الفين وما نعملش بنكشور للارتريك دي فهي لو ولا جبت الفين برضو اهوت هدخل يعني احيانا في ناس تطلع السيرنجة الاول وبعدها تدخل لا كدر المانيبيوليشن هيخلي التروكر بتاعك يطلع من الفين انا السيرنج موجودة هي تعادي واده التروكر اهوت ودخلت ونشيل الاتنين مع بعض الحاجة طبعا دي تيكنيكال تيب احنا كلنا بنعملها لو انا مركب باسطرة فيه مرهل وجاي بالفين وبندخل بالجايد واير ما بيدخلش غالبا يعني من وجهة نظري بيبقى انا داخل ده بيغبط في الول بتاع لو احنا تخيلنا ده الفين وده الجايد واير اهوت بيغبط في الول فانا بعمل ايه بنيم التروكر من هنا ماشي بوطيه ماشي وبنرفع ده من هنا بحيس ان انا التيب بدل ما هي هنا بقت هنا وبقى ده ماشي كده ماشي يبقى معلوم بتاع الفين فانا ده اللي انا بعمله اهوت برفع باسباعي ده اهوت من هنا وبتكب ده من هنا كايني رفعت التيب بتاعت الارتري بتاعت التروكر في الفين فهي هتبقى الطريقة كده فهتلاقي بدل ده ما كان جاي في الول هنا بقى ده في الول وهتلاقي الجايد واير يدخل بسهول حاجة برضو الصابك ليبيا جاستر احنا بركبهاش ماشي ولا هي ريكمندت في الجايد لاينز ولا خليها اوب شالينا لدرجة ان انا مثلا بقالي سنين طويلة ما ركبت الصابك ليبيا وممنوع عندنا في ده منهور ان احنا نركب صابك ليبيا لان انا لما بنعمل انجري للول بتاع الفين ده طبعا بيعمل لي مشكلة بيعمل لي ستنوزس بعد كده فبالنسبة لنا لو احنا ركبنا لأي ظروف ما يعني افترضنا ان الفين ده ده القرم ده عمل فيه في ستولات وجرافت ومعادش هستخدمه ولبيشنت بور اكسس ركب خلاص انما مش في ستولا واقفة ممكن حد جراح تاني يعمل له جرافت فما تحكمش على الفين بالاعدام فخلينا كده لو انا ركبت صابك ليبيا ومش شجالة ده ايما نخلي اللازرق فوق والاحمر تحت اللاحمر ده لان الاسطرة بتبقى ماشية داخلة على الول بتاع سوبرو فينا كابا مابتوصلش الراية اتريا فلو احنا خلاناها كسايد اوبنينج فهلاقي بيعمل لما انا بنسحب انما لو خلينا دي جوه فرق تحت هتبقى سايد اوبنينج ديريكتد للمين بول بتاع السوبرو فينا كابا شكرا يا فتر محبوب بقيلنا كده اتنين تبسة كده او تلاتة تبسة دي طريقة التخييط يا جماعة يعني احنا بركب اسطرة والعيال محسش بس بعد كده بروح ممكن ايدي علينا بعد كده من كتر القلم اللي استيتش عملهون دي قبل كده انا عملت لها في الورلد كونجورس 2011 كان في بانكوغر دي طريقة بسيطة يعني دي انا فكرت فيها مش منشورة في كتب ولا حاجة بس هي حاجة براكتكال ان انا لو هركب انترنت جيجولر هنخيط من فوق لتحت وهنخيط من هنا من فوق لتحت لان العيان اللي انترنت جيجولر راسه بتتحرك يمين وشمال فبالتالي الغرزة دي الدخلة دي ودي بتحركوا مع بعض ودي ودي بتحركوا مع بعض فتتخيلوا لو انا وخيتها كده صايد 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 كده اولا في الستيتش دي اهوة الاسكن كده بتشد ماشي مع وهنا بتشد وبين الستيتش دي ودي كمان فاصبح عندي حوالي خمسة خمسة ستريس بوينت بتعمل بين البيشن فالسكن بيبقى مسارية تتفين فلو احنا جردناها هنخلي دي تبقى كده وما تبقاش الغرزة مموتة الاسكن على على القسطرة لازم ده مجرد فكسيشان ان انا بقربهم لبعض فماشدش جامد وما ينفعش برضو ان انا القسطرة تبقى كده داخل من هنا وطلع من مسافة بعيدة المفروض انا اطلع من تحتها عشان ما تبقاش فيه قرية كبيرة للسكن معرضة للستريس بتاع الموغمينت. الفيمورال طبعا انا اخوتها صايد الآن لان هو قرية صايد الفيمورال طبعا اتصصول الفيمورال تبقى صايد تسايد والانترنت تبقى آآ بتاع الكاسمورال الفيمورال هي صايد طو صايد. لو احنا ركبنا اسطرة باشى منين البيشنك ماجهة هزور لي طيب اه ده ده لو انا ركبت اسطرة العيان وفي لدينا الفتحة واسعة لظروف الماء. هاعمل اللي هي البيرس سترينج سوتشار. فاكرين البيرس سترينج اللي هي بتاعت الابندكتومي والكده. هادخل من تحت الاسطرة في الاسكين. واطلع من فوق. زي كده. وفي الاخر هاخد حواليها. هلاقي هلاقي لكزت سايت افر. بدل ما شيل الاسطرة. بس بشارط اللي ده يبقى ليه سنت بعد التركيب يوم اتنين بالكتير. ما تبقاش مثلا اه اسبوع اتنين وحصل اجزت سايت انفكشن لو قفلت هيحصل ابس. فدي برضو شايفين الفتحة هنا والفتحة هنا. فهي كده بدل ما نشيلها ونركب للعيان اسطرة تانية. حاجة اللي هي اهم حاجة طبعا. ما فيش حاجة اسمها تركيب اسطرة سنتر على السرير. ما فيش حاجة ان احنا من البس جاون من البس مصر. اه التمريد اللي بيساعدني مش لابس مصر. اه 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 لازم يا جماعة كل مكان اه اه او كل واحدة رسيلة يبقى فيها مكان لتركيب الاساطر. دي عندنا افضل منهور احنا عاملينها كحاجة كده زي ايه? هي مش غرفة عمليات بس بس تكاد تكون ان هي بتاع المستشفى هو اللي بيعمل عليها. نفس النظام كودة عمليات. فيه اريا بغير فيها المريض. اه في عندنا حط تعقيم عمليات. والدكتور لازم يتعقم. في عندنا المسكات والاوبرهيد والجونات والحاجات دي بالكمية. وبنقبل بالكمية التعقيم اللي موجود. يعني احنا بنبقى عاملين حوالي عشرين خمسة وعشرين مريض في اليوم. لو زيادة عن كده بيتأجل ليوم تاني. اه ده اه جزء من التيم بتاعنا في دمانهور كله لازم يبقى لابس الماسك والاوبرهيد. حتى لو واحد واقف يا جماعة ما بيركبش اتليست يبقى لابس ماسك. والباشنت المفروض لو هو مش السريس دي يبقى لابس ماسك. اه طبعا القساطر المستديمة فيه بريكوشنز الشركات بتعملها على التعقيم بتاعها. فيه مسلا اساطر كتير البتادين اللي عليها ببوز مادة السليبون. فهو فيه شركات بتبقى عامل ايه محلول لها. فيه شركات اه فهو الكحول احسن حاجة. فبهوين ينضف الاول بصلاين وكده والكحول ده كااااااااااااااذي Hannibal هوم مسيج اهم حاجة بالنسبة لنا وجماعة ان احنا اللي الخارفة عشان ما ندخلش في موضوع الاساطر. لو انا الجيف فقار بتاعي وصل تلاتين. اه لازم نكلم العيان ونقول له ان هو ممكن في يوم الايام يحتاج. يعني ما نسفهوش لحد ما ياخد الشوك وهو هيبدأ يخسر. لازم نديله فكرة عنها. ما هي الشطارة? ان انا ما نشرحش اللي بتاعه. حتى على الهان اللي يبقى عارف يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه بريتونية. جاهزة باشا? جاهزة الجيف فار ان احنا بننفورم البيشن. الجيف فار وصل عشرين المفروض وستابل وبروجريس في كدني ديزيز. المفروض ان احنا نبدأ نبريبير البيشن. يعيما بري ام بتفترانس بلانتيشن. يعيما يبدأ يعمل فيستولة. فيستولة ممكن تقعد اب تو سيكس منس للمتيوريشن وخاصة لو هي معمولة فوق في الارم ومش في الفور ارم. دي بتاخد متيوريشن حوالي ستة شهور وممكن توصل لسانة. واحيانا ممكن تفيل. يبقى عنده فرصة ان هو يعمل واحدة تانية. فلازم اول جيف فار ما بيوصل خمستاشر او عشرين. حتى لو استابل يا جماعة لازم نبدأ نكلمه في فيستولة. ورجاعا لو هو راح لدكتور. والدكتور قال له ديالي سيزو فيستولة. ما تبقاش عجين استراعي الدكتور. لان انت لو قلت له لا ما تغسلش. لا ما تعملش فيستولة. لا ده انت ممكن تبقى كويس. كده السكة ما عادش فيه سكة بين الدكتور. فانما لما يلاقي دكتور كلمه وراح لحد تاني كلمه. المريض اكيد بقى هيحس ان الموضوع صحيح. طبعا فيه صايت اسمه فيستولة فيرست ده فيستولة فيرست كاستر لاصل. المفروض الفيستولة دي منداتري بالنسبة لنا ان هي اهم شيء. دي خلصت كده هنبدأ نتكلم برضو في القساطر التانية. وفيه عندي شوية اكس ري كده ممكن نعرضهم عليه. شكرا. شكرا. شكرا.